نعم طبعا ولله الحمد يعني بفضل الله عز وجل المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على عيد الملك عمد العزيز وصولا إلى وقتنا الراهن وعمليات النمو والتطور في الحرمين الشريفين مستمرة أنت الآن وتتبع الحرمين الشريفين في الفترة السابقة والفترة الحالية تجد ما شاء الله يعني عملية النمو عملية التطور كبير جدا جدا يعني ولله الحمد احنا الآن وصلنا إلى مرحلة فعلا أنه أكبر عمارة مرت في الحرمين الشريفين على مرة تاريخية في الأهد السعودي وهذا من فضل الله عز وجل وهذه كما قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلماء بن عبدالز حفظه الله أنه العناية والاهتمام بالحرمين الشريفين ورعاية قاصدهما هي ليست مننا ولكن شرف فعلا شرف احنا نفتخر فيه احنا جميعنا الآن نفتخر أنه والله نقدم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وللمعتمرين نقدم المساعدة قدر المستطاع لمن احتاج إليهما من الحجاج والمعتمرين الآن لو تحدثنا مثلا عن النمو والتطور اللي صار في الحرمين الشريفين والتقنية الموجودة والأمن والأمان كل هذه ولله الحمد أمور يتحدث عنها العدو قبل الصديق حتى الجهات المغرضة ضد المملكة العربية السعودية تجدها في هذه النقطة تتحدث رغم أن فيها بإنصاف لأنه لا يوجد شيء يعني أنهم يتحدثون عنه لا يوجد شيء سلبي يتحدثون عنه الحمد لله الآن الأمور تمشي بسلاسة نشاهد ولله الحمد خلينا نتحدث عن حج هذا العام بحكم أنه الآن مختلف عن السنوات أو الثلاث سنوات السابقة لأنه عودة إلى الإعداد السابقة قبل الكورونا الآن ولله الحمد لدينا يمكن تقريبا أكثر من أربعين جهة حكومية كلها وأيضا ما يقارب الخمسين جهة خاصة كلها تتكاتف في موقع واحد وفي مكان واحد وكلها يعني خدماتها تكون متجانسة لا يمكن أن جهة تعمل بمعزل عن الجهة الأخرى ولذلك وجدنا ما شاء الله هذا النجاح الكبير والباهر لو تعدنا عن الصحة وتعدنا عن النقل لو تعدنا عن جميع الجهات كلها والحمد تتكاتف إلى أن خرجنا بهذه الصورة المشرفة هذه الصورة المشرقة نشاهد الآن مثلا بعض اللقطات مثلا الإنسانية لرجال الأمن رجل الأمن ليس مسؤولا والله أنه يجي شيء الحاج على امرأة مثلا كبيرة على ظهره أو مثلا يجي يساعد مثلا بعض الأطفال التائهين هذا ليس من صميم عمله ولكنها ولله الحمد الناحية الإنسانية التي تم تربيتنا عليها كلنا رجال الأمن رجال الصحة كافة العاملين هناك حتى أيضا كما ذكرت أنت يا سيد أحمد المتطوعين يوجد ما شاء الله متطوعين من أبناء وبنات البلد يقدمون خدمات جليلة في إرشاد التائهين في الترجمة في جميع ما يحتاجه الحجاج يعني كل ما يحتاجه يجد ولله الحمد يد العون والمساعدة لو تحدثنا عن الصحة مثلا الصحة لديها مثلا تقريبا أكثر من 32 مستشفى لديها 148 مركز صحي لديها أكثر من 32 ألف عنصر وكذلك الآن مثلا للجهات الأخرى مثلا وزارة النقل وزارة النقل لديها ما يقارب الأكثر أو ما يقارب الأربعين ألف عنصر كل جهة لديها الآلاف والجنود ولديها الأخصائيين ولديها العاملين اللي يقومون ويسهرون على راحة حجاج بيت الله العرب يعني ولله الحمد لم نصل يعني إحنا الآن تقريبا آخر يوم لم نصل إلى هذا النجاح الباهر أو هذا النجاح بامتياز إلا أن هناك فعلا جهات قاعدة تعمل وجهات قاعدة تتكاتف وهناك إخلاص في العمل وهناك توجيه ومتابعة من القيادة العليا من خادم الحرم الشريفين من سمو وليا ليد حفظهم الله وأيضا كافة المسؤولين سمو وزير الداخلية وكافة المسؤولين يتابعون التفاصيل دقيقة بدقيقة ما يحدث ما يتم ولذلك شاهدنا ولله الحمد نجاح كبير يعني أنا مثلا كعامل في الميدان مثلا لو أتحدث عن نفسي مثلا كعامل في الميدان لما أشاهد مثلا من رأس القيادة وهما جالسين يتابعون جالسين يهتمون جالسين يعني معانا لحظة بلحظة كل هذا بيحفزني بيعطيني حقيقة طاقة أكبر أنه أعمل وأحرص وأنه والله أعلم علم اليقين أنه ما أقدم في هذا الحج أنه ليست المسألة عمل وأديه فقط لا إنما عمل وأديه إنما أيضا رضى الله عز وجل أيضا سمعة المملكة العربية السعودية أنا لازم أركز على هذه النقاط الثلاث ليكون العمل ناجح ويصل العمل ولله الحمد إلى كافة أسقاء العالم أنا يعني ولله الحمد أنا قاعد أتابع بعض القنوات قنوات في كافة دول العالم الكل يتحدث عن هذا التنظيم الكل يتحدث عن هذا النجاح الباهر